بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الآن الرابع في إجابة الأسئلة التي ترد مركز نون حول قصة يوسف عليه السلام فإذن يكون هذا الدرس الرابع ويبدو أنه رح يكون إن شاء الله الختام درس خامس يتعلق بالأسئلة كما قلنا التي تتعلق بسورة يوسف عليه السلام أولا سبق أنه تحدثنا حول موضوع الأصباط ولكن نتيجة وجود بعض الاستفسارات اللي جت بعد الدرس الأول لابد من لفت الانتباه إلى أنه أولا أخوة يوسف عليه السلام 12 ما في أي دليل على أن العفوة الإحداش يعني ما في أي دليل على أنهم من الأنبياء ونرجع لموضوع معنى كلمة الصبت إذن إيش هو الصبت في البداية أولا نلاحظ صبط أو الصبت والصبط يعني الممتد المسترسل بسهولة الممتد المسترسل بسهولة ولذلك لما نيجي نقول فلان شعره أجعد مثلا أو جعد غير عن صبت الصبت بيكون كما قلنا مسترسل بسهولة ولذلك ولد الولد بنعتبره صبت في ناس بظنوا أنه الصبت هو ابن البنت لا ابن البنت صبت طبعا هم تأثروا بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الحسن والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو لما نقول ولد الولد بشمل الذكر والأنثى فكل ما توالد لأنه لاحظه هو امتداد إذن الأحفاد هم امتداد فالأولاد الأولاد المباشرين ال11 أو 12 نقول بما فيهم يوسف عليه السلام بالنسبة لعقوب عليه السلام هم أبناؤه ما منقول إنهم أصباط ولكن 12 تفرع عنهم الآن ما تفرع عنهم وامتد لأنه كما قلنا الصبت والصبت الصبت والصبت كمان بمشي لغة الممتد والمسترسل والمنبسط بسهولة لأنه فيها معنى الامتداد إذن الأحفاد هم امتداد الآن وقلنا سابقا بأنه من من زمن يعقوب عليه السلام إلى زمن موسى عليه السلام ما تناسل من 12 يوسف وأخوته هم الأصباط ما تناسل منهم هم الأصباط وكان فيهم أنبياء فالأنبياء اللي كانوا في الفترة أنبياء بني إسرائيل في الفترة ما بين يعقوب عليه السلام وموسى هم الأصباط اللي أشار القرآن الكريم إنهم أنبياء نعم نوخذ من الأسئلة الآن مارك الله الآن بدأت المرحلة التولي يوسف عليه السلام والحزانة وجاء إخوة يوسف لأن لما جاءوا عرفهم ولكن هم لم يعرفون كيف عرفهم يوسف عليه السلام أن هؤلاء يوسف إذن وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هم ما عرفوا أولا هم هو تقريبا الأخوة العشرة أكبر منه في السن أكبر منه في السن وطبعا درجات تصور الآن يوسف عليه السلام في هذا المنصب معناته أخولي كبير أكبر واحد شو بدي يكون سنه ثم أصغر 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 غالبا الملامح الملامح بتتغير بالنسبة للصغير لما بكبر ممكن تتغير ملامحه كثير لكن لما بكبر التغير في الملامح قليل هاي أول قضية اتنين القضية الثانية اللي بتجعلوا هو يعرفهم هم ما يعرفوه إنهم الآن مجتمعين مع بعض مجتمعين مع بعض فلما يكون مجتمعين مع بعض بكفي إنه ينتبه لشبه بعضهم على طول بيبدأ يربط وأنا ضربت مثال في هذه القضية للتوضيح إنه ممكن أنت مثلا لو لقاك إنسان في الشارع وكان ممكن يكون معاك هو في الابتدائي مثلا والآن هو رجل كبير ممكن يلاقي كل وحده في الشارع يقول لك يسلم عليك وبعدين مش عارفني مهما تنظر أنت مهما ممكن يكون صعب تعرفه لكن افرض إنه هذا الشخص كان ماشي مع أخوه اللي أنت تعرفه أخوه اللي بتعرفه ووقفوا يسلموا عليك وإنت الآن أخوه معاه وكال لك مش عارفني على طول بتبدأ إيش تربط ويسهل إنك تعرف طب تصور لما يكونوا عشرة الآن والعشرة آخر منظر لما القوف البير الصورة المنعك اللي في ذهنه صورة العشرة طيب قد يش بدكون تغيرت ملامحهم خلال هذه الفترة تمام وإذا تغيرت ملامح البعض لكن وجودهم مع بعض بجعله يتذكر ثم أحيانا طريقة اللباس خصوصا وجاء بكم من البدو طريقة اللباس والمسائل هاي كلها بتجعل يعرف يعرف لكن هما كيف بدهم يعرفو وهو كان طفل صغير أو صبي صغير والآن كبير في السن 30 35 اللي هو 40 ثم الآن اللباس ثم اللباس مختلف والهيئة والمقام لا يمكن توقع حتى لو بدي أفترض إنهم لمسوا بعض الشبه ما بيخطوش في بالهم هذا الكلام فإشي طبيعي هو يعرفهم وهم ما يعرفوه طيب الآن السؤال الثاني ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم يعني بأخ لكم من أبيكم هذا التعبير ونطلب منهم كيف عرف أنه في أخ لهم ولما ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيلة وأنا خير المنزلين لاحظ الآن فإن لم تأتوني به فلا كيلة لكم عندي ولا تقربون هون الكرآن لا يعقل أنه يتحدث عن كل عن فرعيات بسيطة مثل هذه ليش لأنك ممكن أنت تفهم كيف ممكن يكون عرف أنا بتصوري القضية كالتالية سؤال هو هو بيعرف هو بيعرف أنه له أخ ولا ما بيعرفش هو بيعرف لاحظ هو بيعرف إذن بما أنه بيعرف بقدر يستدرجهم في الكلام بحيث يقولوا أنه لهم أخ مثلا كيف كيف ممكن يستدرجهم بالكلام بيجي بكلهم ما شاء الله أنتم عشرة كلكم لاحظ أنه عنده معلومة الآن أنه في أخ فأنا بصير أسأل أسئلة اللي في النهاية يتيجي الإجابة ما شاء الله أنتم العشرة كلكم يعني أبناء رجل واحد أمكم وحيدة طبعا هم الآن بيقول لك وكمان إحنا فيه كمان أخ 11 وفيه واحد كمان مات إلى آخره تمام فيه أخ فيه لكم أخ كمان غير العشرة فيه 11 طيب هو يعني شو سنه ما هو ممكن يكون برضو مش صغير لأنه كان موجود أيام لما كان شو سنه طيب هو من نفس الأم لاحظ الآن ما هو عارفه من نفس الأم لا من أم ثانية طيب أنتم جيتوا العشرة وهذا اللي من أم ثانية طبعا هو كان ممكن يأتي ويعخذ كيل بعير لأنه ابن الضرة يعني لاحظها بيبدأ يشعرهم بأنه ما معنى أنه يجوا العشرة والإحداش لأنه لذلك شوقك فإن لم تعتوني به يعني فلا كيلة لكم عندي شو هالظلم هذا شوف إذن لما يقولوا شعرفوا لا هو عارف فاستدرجهم وسهل إنك تستدرج وتخليه جاوب وبعدين الدين لأنه ابن المرة الثانية يعني طب ذكرت يعني كيل بعير وحمل بعير يعني ذكر في القصة كيل بعير وحمل بعير ولمن جاء به حمل بعير هذا في قضية قالوا قالوا أكبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم أنا بتصور المتكلم هو يوسف عليه السلام هو لأنه حاضر أصلا في الموقف بدليل إنه لما قالوا إيسرق فقد سرك أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم إذن هو واقف طب ومين بإمكانه اللي يقول أنا به زعيم من الموجودين طبعا أي وثم هو فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه شوف قبل وعاء أخيه أي الضمير برجع لمن لا يوسف إذن من اللي بدأ بالأوعية يوسف قبل وعاء أخيه إذن هو يوسف إذن لما قال طيب طب ولمن جاء به كيل بعير حمل حفا حمل في حين الأخوة لما رجعوا فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مننا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل بعدين المهم إيش قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا لما أيوة يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بس هون في قضية الصواع قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم نشوف زعيم أول شو رأي آه يعني هون بقول وأنا به كفيل وأنا له ضامن يعني هو بيضمن اللحظة لمن جاء بالصواع حمل بعير ولما قال وأنا به زعيم يعني أنا كفيل أضامن كيف لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحة وإن كان يعني حتى حتى بيكذبش في المزع أنا زعيم يعني ضامن فإذا هون المقصود طبعا هون بدنا شو نخوضه الآن في قضية زعمة اللي هي ممكن أحيانا تكون وطبعا كيف شتقت منها زعيم مش الآن هذه قضية تطول ولكن الزعم على فكرة الزعم فيه ممكن لما نقول فلان زعم أولا ممكن يكون القول يعني غير صحيح فنقول زعم ولأ وممكن يكون القول غير يقين يعني غير مستيقن إذن إذن ممكن أحيانا نقول زعمة في المسألة غير المستيقنة مش قائمة على دليل قطع وممكن نقول زعمة يعني مخالف للصح المهم هون وطبعا منها يبدو شتق الزعيم وهالمسألة هاي وليش قالوا للزعيم زعيم وليش الزعيم هو اللي لاحظه الزعيم هو اللي بكفل هو الضامن هو الكفيل وهو الضامن فقالوا أنا به زعيم يعني أنا بضمن له حمل البعير نيجي لموضوع إنه هون تعبير حمل البعير هناك كيل آمه على ضوء على ضوء التوزيع اللي كان يعني بتعرف في مجاعة سبع سنين بدها تكون سبع سنين مجاعة الآن فبالتالي كان يوسف عليه السلام مرتب الأمور بحيث إنه الشخص الواحد وأكيد الواحد يعني مثلا هذا البالغ ممكن يكون يأتي مثلا إله حق يأتي ببعير فنكيل له كيل كل بعير شو إله كيل مش بالضرورة يكون كيل البعير هو حمل البعير أو طاقة البعير في الحمل طاقة طاقة البعير في الحمل لأنه هاي المسألة بدها تقنين يعني إله هل قد ولكن هو الكيل البعير يبدو بد يكون لحظة بد يكون أكثر من ما بقدر يحمل مثلا الإحمار كيل البعير أكثر بس مش بالضرورة يكون هو طاقة البعير طاقة البعير لا هون لأنه المسألة مكننة وفي في سبع سنين هاي مجاعة بدنا نمشي سبع سنين وذلك هو في الأخير على فكرة حسب تأويل الرؤية إذا بتلاحظ ثم يأتي من بعد إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون يعني في الأخير حتى بقدروا يوفروا شوية بعد سنين السبعة لما يكون الواحد محطاط فما أظن إنه كانوا يعطوا الواحد حمل بعير لا كل بعير إله كيل محدد لأنه البعير مرتبط بشخص الكيل فيها تحديد أي ولذلك لما قالوا ونزدادوا كيلة بعير باعتبار معنا أخونا إذن الشخص إله كيل بعير كيل البعير قديش آه كيل محدد محدد لكل بعير طيب أما لما بدوا يعطي جائزة لمن يأتي بالصوع آه نعطي حمل بعير والبعير على فكرة بحمل من 200 لـ 300 كيلو هاي حدود حمله البعير بحمل من 200 لـ 300 كيلو لأنه هن بتعطي جائزة جائزة اللي ليأتي بصوع ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على ذكر الصوع وال يعني وردت كلمة صوع والسقايا جعل السقايا في رحل أكيه نفقد صوع الملك آه هذا تعدد آه آه فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايا مين اللي بتكلم هنا وبعطينا المعلومة الله سبحانه وتعالى إذن من الذي قال جاء إنها إنها استقايا آه ممتاز إذن فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايا في رحل أخيه ثم أذن مؤذنهم طبعا مش بد ضروري يكون يوسف لأنه بأمرهم للفتيان أذن أيتها العير إنكم لا سارقهم قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون الآن الآن مين اللي بدوا يجاوب على فكرة العمال الفتية وقال لفتيانهم مشيك إذن قالوا نفقد صواع الملك إذن القرآن قال الله سبحانه وتعالى قال هو جعل السقايا لكن هذولاك لما عب قالوا لهم شو تفقدوا قالوا نفقد صواع الملك وهذا طب هذا أولا ما معنى إنه المفقود صواع الملك ليش النسبة إلى الملك هو أولا مين القائم اللي يمثل الملك والقائم على كل هذا هو يوسف عليه السلام الشيك طيب هذا بشير على إنه الكاين في المكيال الرسمي لأنه في أي أمة من الأمم مشى الناس ما تختلفش لابد أن يكون المكاييل والموازين دقيقة وتنسب دائما إلى السلطة العليا مشى أن تحترم دائما الإشي يبوني يسب للسلطة العليا باعتبار هير اللي بدأت تحميه الآن الناس لو اختلفت مثلا في الحسبة على قضية الكيلوغرام واتنين كل واحد حطناهم على الميزان طلعوا واحد أسكر من الثاني المرجعية وين المرجعية السلطة القائمة هي اللي بكون عندها الميزان بالضبط تمام فبالتالي هي اللي بتحدد المكاييل والموازين فهذه أول قضية بدل على أنه في حضارة في حضارة هون أنه في وين موجود على فكرة خلينا نقول وزير الزراعة الآن فرضا مش هيك لأنه مكاييل والموازين الآن بتعلق بإيش فبالتالي صواعي الملك الملك خلاص نسب إلى الملك معناته وعفكرة هذا ممكن يكون مش المقصود في أنه بتم الآن الكيل في لا هو المرجعية كيف المرجعية يعني ممكن يكون في الضعف فكرة ممكن يكون ذهب ولكن هو المرجعية مش بالضرورة إحنا منكيل بمكاييل ثانية في حال تختلاف وين المرجع الملك ليش الملك السلطة العليا ليش السلطة العليا حتى تلتزم الناس تمام فالآن فهو صواع تكلمة صواع بتذكرك بالكيل المتعلق بالأشياء الصلبة يعني نفرض قمح عدس حموص صواع بشكل شعير هاي الميرة هاي إذن هو مكيال قديما على فكرة قديما كانوا يلجأوا للكيل أكثر مما يلجأوا للوزن حتى في عمرنا وإحنا صغار كان أكثر شيء كيل على فكرة حتى الحليب اليوم إذا بتلاحظوا الحليب اليوم هو وزن وكيل في آن واحد لأنه تجد مثلا الكيلو هو عبارة عن إيش لتر مثلا بس هو في الأصل صلنا إحنا ميالين للوزن قديما كانوا ميالين أكثر للكيل للكيل فهون طيب هذه الأشياء اللي من كيلها إحنا الكيل بدنا نكيل مثلا قمح بدنا نكيل شعير طيب مش هو نفسه كان أيضا يكال به الأشياء السائلة السائلة مثلا حليب حليب زيت وإيش ممكن يكون حتى الزيوت وغيرها كانوا يعصروا زمان يعصروا سمسم يعصروا يعني في أشياء كثيرة ممكن تتحول لسوائل هذا ممكن إيش هذا برضو بالكيل نفس الكيل على فكرة نفس أو الكيل نفسه اللي يكال فيه السوائل يكال فيه الأشياء الصلبة إذن هو من جهة صواع لا هذا شيئ نعم ومن جهة إيش كيل السيقاية إذن كلمة سيقاية بتدل على إنه كيل يتعلق بإيش بالسوائل حليب زيت أو ما يشبه كل هذا الكلام إذن هو سيقاية وهو صواع من جهة كونه كيل تكال به الأشياء الصلبة إذن هو نفسه على فكرة وفعلا هو قديما على فكرة سواء كنت تكيل مثلا قمح أو شعير أو تكيل زيت كله كيل هو نفسه إذن من هنا يعني جات التعبير إذن الله سبحانه تعالى قال جعل السيقاية هم لما قالوا لهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك هاي جات في معلومة جديدة ثلاث معلومات صافت السيقاية هو نفسه الصواع ونسبة إلى الملك إذن هو المقياس إذن هو هو المسروك وأهميته إيش إنه هو المرجع والمرجع المنسوب إلى السلطة العليا نعم مرحب لأن لما قبل ما لما أجوا أخذ أخوهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرق هذا السؤال السؤال الثاني ولما دخلوا من حيث أمرهم أخوهم ما كان يغني عنهم إلا حاجة ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب القضاء إيش الحاجة وليش هو أوصاهم أنه يدخلوا من أبواب المتفرق نعم إذن السؤال يتعلق بقضية نصيحة يعقوب عليه السلام لأبنائه لما الآن بدهم يذهبوا يا بني يذهبوا بشكل معم فتحسسهم يوسف قبلها 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 في القضية الأولى لما أخذوا ونزدادوا كيلة بعير ونزدادوا كيلة بعير طيب الآن أولا هو وصاهم لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة متفرقة هو طبعا المدن القديمة كيف مدينة القدس مثلا لها عدة أبواب هي دائما للمدن القديمة كانت تحصن بأسوار لها أبواب لها أبواب معروف طيب هو بطلب من أولاده أنه لما تدخلوا المدينة تفرقوا يدخلوا من أبواب مختلفة في حاجة في نفسه دعت لهذا الكلام يعقوب عليه السلام لكن هذه الحاجة اللي بدنا نحاول إحنا نعرفها قد قد نكون يعني علومنا قاصرة أمام علمه وإنه لذو علم لما علمنا يعني ممكن هو حكمته والنتيجة تكونه تعليم رباني فالحاجة اللي في نفسه إحنا نقترح اقتراحات وتكون الحاجة اللي في نفسه أكبر من هيك لكن لكن كونه قال وما أغني عنكم من الله من شيء كمل آية إن الحكم إلا لله عليه توكلت إذن القضية متعلقة في إيش عليه توكلت إذن هو القضية اللي ممكن في نفسه إلها علاقة بعليه إن الحكم إلا لله عليه توكلت بعدين ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إذن المسألة تتعلق بإيش بحفظهم بحفظهم طالما يعني تقدر تفهم أنت من قضية أنه المسألة هو متخوف عليهم طيب شو ممكن يكون متخوف طبعا نحن بنعطي اقتراح إيش ممكن مع العلم ممكن هو لأنه علم لدوني يكون فوق قدرتنا على الاقتراح طيب الآن هو العشرة طبعا قديم العلماء لما قالوا خوف الحسد هذا كلام شو خوف الحسد 11 اللي هو مصر ايش خوف الحسد هل قدت 11 نعم هل قدت 11 شو خوف الحسد الناس جايين مع بعض وكلها قديما كانت تأتي كوافل ويكونوا الأخوي أو أولاد العم أو الكبكسار ايش الحسد خوف الحسد لا واضح انه هو يتخوف ان يكون هناك استدراج الهم على ما يبدو احنا ما نقول يبدو بخاف انه يكون في استدراج الهم استدراج الهم وممكن الناس ناس بدهم يلحقوا الأذى فيهم فحتى نحتاط نحن من هذا الاحتمال ليش لانه هاي القضية فيها فيها أمور مع انه كان مرجح اشي ثاني يعني عفوا اولا بضعتهم ردت الهم في ناس معنيين انهم يردوا يرجعوا جيبوا أخوكم بعدين يحتفظ بالأخ يحتفظ بالأخ ايش طيب هو اذا ممكن يكون فيه تخوف الآن لما يكونوا العشرة قادمين مع بعض او الحداش غالبا اللي بدوا يرصدهم من اجل ايذاءهم اللي بدوا يرصدهم سهل يرصدهم وهم جايين جماعة سهل ملابسهم ثم هم عددهم ووضعيتهم فبالتالي طيب ممتاز الآن فاذا كانوا مجتمعين ودخلوا من باب واحد ممكن يكون فيه فيه نوع من الكمين وبالتالي يسيطر عليهم مجتمعين وهم في حالة غفلة لكن قبل ما يوصلوا للمدينة اذا ذهب كل كل واحد بيجمله تفرقوا تفرقوا في ابواب مش رحين تبهوا الناس اللي ممكن يكونوا برصدوا انه الجماعة دخلوا ولو كان في كمين لأحد منهم الباقي بيكون موجود يعني يمكن يساعدوا وزمان تعتمد القضية على الكوة واركبوا انفد يعني يعني العشرة لما بيدخلوا كل واحد من باب صعب انه ينتبه من يرصد انهم جوا ولنفرض واحد منهم وقع ممكن يحتالوا له الاخرين يحتالوا له فاذن يعني هذه هي مثلا من بعض الاقتراحات كمان هذا لانه قلهم من ابواب متفرقة لانه كان ممكن يدخلوا كلهم من باب واحد ولكن متفرقين لكن اللي برصد بلاحظ انهم دخلوا من نفس الباب اه اللي برصد بلاحظ انهم من نفس حتى لو وجوا متفرقين خصوصا اذا كان الباب ما هو معروف على فكرة مثلا تعال لباب القدس مثلا اللي بسموه باب العمود باب العمود مين اللي بيجيه اللي كان جاي من الشمال يعني فهم معروف معروف من اي باب بيجوا اصلا لانه منين جايين من اي بلد فهذه الحت ما فيش اي مسوغ اصلا يدخلوا من باب ثاني غير الباب اللي هو في اتجاه بلدهم فهو اللي بيدو يرصد برصد من الباب اللي ممكن يجي منه لما يدخلوا من ابواب متفرقة ما حدا بيدر يعني لكن لكن هذا اللي بيدو يأذيهم اكيد مش رح يكون يوسف يعني لانه مش خايفين من العزيز لانه لو العزيز هو اللي بيدو يأذيهم بعد ما يجمعوا عنده لا مش خايف من العزيز هو خايف من شو الاشارة شو الاشارة اللي جعلته تخوف هذا انه لذو علم لما علمنا نعم لان معصدنا يقوب عليه السلام بعدما رجعوا الى ابيهم وقد احتفظ بأخيهم قال بل سولت لكم انفسكم امراء والبلاحة منه هذه العبارة نفسها اللي حكلوا يا لما جاءوا اباهم عشان يذكو قال بل سولت لكم انفسكم امراء هذا العبارة نفسها وما هو مقصود من تكرارا نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل يعني مش صحيح اللي بتقولوه مش صحيح اللي بتقولوه بل سولت لكم انفسكم امراء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون هاي واحد طيب 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 لما جاءوا انه اخونا يابوي هاي اخونا سرق وإلى اخيره تمام شو قال لهم قال بل لعظوا العبارة نفسها قال بل سولت لكم انفسكم امراء فصبر جميل شوف شو قال بعدها عسل عسل الله ان يأتيني بهم جميع صور هناك شو قال والله المستعان على ما تصفون هون فصبر جميل عسل الله ان يأتيني بهم هو فكرة هو كان هو يعلم يعلم واعلم من الله ما لا تعلمون هو كان كل مواقفه مبنية على علمه العلم من الله واعلم من الله ما لا تعلمون تمام طيب الآن خلينا بس شوية نتهز الفرصة ونشوف ايش يعني سولت لانها وردت في القرآن اكثر من مرة لما قال مثلا السامري وكذلك سولت لي نفسي بشيك بعدين الشيطان سول لهم واملا سول لهم واملا لهم وهون بل سولت هو على فكرة وهذه الناس بيستخدموها بس ما بد مندقيقش في المعنى اللغة الناس بقولوها كل فلان سولت له نفسه يعني في العامية مستخدمة أو الناس بيستخدموها السول فيه معنى الاسترخاء لحظة السول فيه معنى الاسترخاء طيب كيف يعني بتسول النفس لاحظ الانسان لما بيكون مثلا قضية من القضايا بده مثلا يرتكب شيء شيء سلبي فيه عنده في داخله ما يسمونه الضمير أو 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 لا وبجوز يخشى من الفضيحة بجوز يعاقب بجوز كذا بلا منها بضبط اكثر الناس عفكرة لما بيغضب بيجي على باله مثلا يضرب كذا لكن تلقيه ضبط شو يعني ضبط يعني مجمع هيك طاقته الارادة يعني انه ما يفعلش طب كيف بدنا نجعله يفعل كيف بدنا نجعل هالارادة هاي والتجمع هيك في داخله ما يفعلش بدنا نخليه يسترخي يسترخي ويفعل انتبهنا علاقة الاشترخاء فاذا زينت له الامور مثلا ممكن نزين له الامر انه مشان يفعل هذا التزيين فيه عملية ايش كأنك قاعد تجعل موقف المتجمع هيك وهو كونه يعني جامع ارادته انه لا شو بنعمل احنا في التسويل مش احنا هم في التسويل مثلا منزين له بتلقيه صار بدأ ايش يفك يعني يسترخي يسترخي حتى يفعل يسترخي يفعل لانه في الاصل ايش ممكن يستحكم ها لاحظ يستحكم انه لأ طب بعدين ايش جعلنا يسترخي يسترخي يفعل من هون جت قضية العلاقة انه السول فيه معنى الاسترخاء فيه معنى الاسترخاء وبالتالي سولت يعني نفسي مع فكرة لما يكون سولت لي نفسي مثلا لما قال اذا هو في الاصل نفسه ما تفعلش لكن زينت له زينت له زينت له عبين ما فعل عبين ما استرخى يعني ما استحكمش في ان لا يفعل مثلا ما استحكمش معناته اه معناته راح راح في الموضوع راح في الموضوع اه فهون بالنسبة لا يعقوب عليه السلام لاما في المرة الاولى وجاءوا على قميصه بدم كذب قال هو فاهم القصة اصلا بل القضية مجزب مثقول بل سولت لكم انفسكم امراء طب كيف فهم القصة ايه لانه اولا ان الرؤية كانت واضحة واولها وهو يعلم انه سيلتقي بيوسف هو واخته شيك ما هو ايش قال يوسف عليه السلام ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدة وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقها ما كان اصلا يعرفها وهو اصلا معطى العلم في تأويلها وكان متحقق من انه سيلتقي وانه سيكون رسول مش مسنا بيه ذكرنا سابقا انه سيكون رسول وليس فقط نبي وانه الاخوة حتى الاخوة رح يبقوا موجودين ويكونوا مع ابوه وامه وانسوا هاي موضوع التوراة بتقول امه ماتت وما ماتت شو كذا وفي ناس بفسره على ضوء شو بتقول التوراة وانه امه ماتت وهي تضع اخوه بن يمين هذا كلام ما بزمط القرآن قال لك ورفع ابويه خلاص وخروا له سجد الجميع وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد اجعلها ربي حقه فهون اذن هو وبالتالي ردة الفعل مش ردة الفعل برضو واحد واحد انقتل ابنه وفرطوا فيه واكلوا الذيب وهو قيلهم واخافوا ايأكله الذيب بتقولوا ابدا كيف يوكلوا الذيب واحنا عصبة ها وبعدين يوكلوا الذيب وان ردة الفعل هاي فأكلوا الذيب لا قال لهم بل هو بيعرف انوا ابدا القضية مش هيك هو اصلا اصلا هو كان يحاول يحتفظ فيه هو عارف انه بده يفقده كان بحاول يحتفظ فيه الى الوقت اللي ممكن الاخر اما هو عارف انه رح يكون رسول في امة ثانية هو عارف انه بده يكون رسول في امة ثانية فكان طيب ليش افقده الآن وهو صغير طيب ما هو ممكن يبعث ابن اربعين يروح بعد ابن اربعين تمام فيحاول انه قدر الامكان يحتفظ فيه حصلت عدرك انه هاي بداية الله قدر انه الان يذهب الى حيث سيكون له شأن تمام هون في المرة الثانية لما قالوا له يا ابوي ابنك سرق وبعدين اسأل هاي 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 القافلة اسألها اسأل البلد اللي كنا فيها واسأل القافلة واحنا صادقين وكانوا صادقين المرة هم دائما يكذبوه فهون قال بل بده كلهم القصة هاي اللي بتقولوا عنه انه ابني سرق وما سرقش ها هذه القضية الاولى القضية الاولى اذا شو ادرك انه القصة الاولى اللي هو تعامروا على يوسف عليه السلام وادى الى رحيله قال لهم هاي هاي الاولى بل سولت لكم انفسكم امرها فصبر جميل عاسى الله ان يأتياني بهم جميعا صاروا ثلاث مهم لانه ابنه لانه يوسف واللي تهم بالسرقه والكبير اللي قالهم انا برجعش حتى يأذن لي ابوي يرجعوا لان ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكوا ثلاث يصفه على طول قالهم لااااااااة هادي القصة الاولى هادي القصة الاولى مش قضية تسارقه ما تتركش القصة الاولى لما اتأمرت ورحل هاي القصة الاولى ولذلك الفرق ايش الاولى قال والله المستعانو على ما تعصفوهن لكن في الثاني اشقلهم شوف الهان يعني استبشر انه انه هذه مقدمات الان يجوني كلهم يجوني اه اذا اذا قال بل سولت بدو كلهم بل القضية هي القضية الاولى لما سولت لكم انفسكم انكم اتعامرت على يوسف هاي هي قال بل سولت لكم انفسكم امره فصبر جميل وعسى الله ان يعتيني بهم جميعا لاحظوا الاية التالية وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف ايوة وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف طب ايش شوف تولى عنهم هو تولى عنهم طيب ومع ذلك سمعوه طبعا لان هي المسألة يعني قد تولى فيه رحله على جانب هيك لكن هم سمعوه وكول يا اسفا على يوسف هون جيد معناته انه نتعرض لقضية الحزن حزن حزن يعكوب عليه السلام مع انه هو اصلا هم كانوا يسمعوه كانوا يسمعوه يشكو بثه وحزنه لمين الى الله وهاي انت يا مؤمن بث لالله بث قد ما بدك مع الله بث ما فيش اشكال لذا يكونوا يقالولوا لما رد على المشو قال انما اشكو بثي بثي وحزني الى الله ما هو البث فيه نشرها فكرة كيف البث الاذاعي فهم فيه اشياء بيسمعوه بس هو كان هو بيكلم مين يلجأ الى الله ممنوع لذاك الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة لما ذهب الى الطائف بغض النظر هذا الحديث في غاية الجمال الدعاء مدى صحت سندا مش قضية اللي قال فيها ان لم يكن اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس جميل جدا هالدعاء كله هيك طيب طب هاي رسول يشكو اشكو اليك لمين بشكو خلاص لمين ببث الى الله انما اشكو بثي وحزني الى الله طب ليش حزنه ليش الحزن لاحظ اولا ممكن واحد يموت ابنه فيه احزن والرسول والرسول حزن هلا موت مين ابراهيم عليه السلام ولكن لا يقول الا الا الحق تمام لما بتظهر عنه كلام حزن هذا اشي داخلي وبالتالي بدك تضبط وما يذكر منك ما تذكر الا حق طيب ممتاز هذا اشي طبيعي فيش اشكال والبث والحزن والطلب من الله طيب مات ابنه طيب مضت سنة سنتين خلاص خلاص شو يعلي خلاص فعلا ببدا الانسان يكون متماسك وكذا الاخير مش حتى سنة سنتين شهر شهرين تمام لكن في اشي اصعب من الموت ان يكون صبي صغير ثم يفقد ثم يفقد هذه اصعب وكثير من الناس على فكرة كان ينفقد ابنائهم ما يرتاحوا طول هذه الفترة عبين ما يكتشف مثلا انه مات يرتاحوا ابنكم يا عمي مات وكذا وندفن في المكان الفلان وخلصنا خلاص اما وخصوصا صورته انه المفقود صغير يعني الرحمة الموجودة في قلوب الآباء والأمهات للصغار اشي عظيم ومفقود وبصيروا يتصوروا الآباء والأمهات يعني هالطفل هذا ايش اكل ما اكلش جاع ما جعبش بردان مظلوم مش مظلوم بعاني مريض مش مريض هذا بالظل قضيته حية بالظل القضية حية اذا يعكوب عليه السلام فاهم انه يوسف موجود لاحظوا الآن فاهم ومتيقن انه يوسف موجود ممتاز هاي واحد شوفها وهذه القضية الصعبة على فكرة الشوك الشديد مع معرفتك انه موجود لكن لا تدري حاله زي ما قلنا هو سجين ولا لا ما هو كان سجين مثلا طب صورته موجودة ايش صورت مين الصغير ثم مين هو مين هو اللي اللي علم يعقوب عليه السلام علم اليقين انه رسول لان بتكون محبته مش عادية تصور نبي يعرف انه هذا هذا رسول كيف بده تكون محبته اله حتى لو ما كانش ابنه حتى لو ما كانش ابنه لو الناس الناس في البلد هون تعرف انه فلان هذا هو اللي بده يكون رسول كيف بده يكون محبتهم اله كيف لما يكون ابو هون في قضية ثانية اذا لاحظوا الحزن لانه هو بيعلم انه موجود ولكن اخر صورة موجودة اشي هي طفل طور انت شوقك الشديد تشوف الطفل هذا ابن 35 و40 كيف هو هالشوق الشديد وهذا على فكرة بجربه من اللي بروحوا في السجون اللي بنسجنه اقوى اشي او اكثر اشي بأثر فيهم على فكرة اذا لهم اولاد صغار تركوهم بيكون شوقهم شديد بذكر من المناظر اللي لفتت انتباهي انه في لما ابعدوا المبعدين في مرج الزهور وقرية مرج الزهور بتبعد خمسة كيلو عن المكان اللي خيموا فيه المبعدين في البر يعني بس هي سميت مرج الزهور يعني بعد مرج الزهور لانه كان الدولة اللبنانية حطها ما يسمى بالمحسوم مشيك حاجز عند قرية مرج الزهور لانه الطريق الاسفلت بده مر من عند القرية مشان اي واحد بمر دون تصريح وتسمح بمرور اذا فيه مساعدات تتعلق بالاغذة واشياء ولكن ضمن تصريح سمي اذا مرج الزهور وهي مرج الزهور كانت بتبعد خمسة كيلو فيوم من الايام قرروا المبعدين يمشوا من المكان اللي هم فيه طبعا هذي كله في في اطار الاعلام في قضيتهم يمشوا في اتجاه قرية مرج الزهور اللي بتبعد خمسة كيلو فمشوا كل المبعدين في اتجاه قرية مرج الزهور الشارع الشارع اللي ما وصل وصل المبعدين الشارع وقرية مرج الزهور هيك واذا بالناس بدت تيجي من القرية في اتجاه المبعدين وبينهم ايش الاولاد صغار فللفت انتباهي كيف انه المبعدين اسرعوا في اتجاه الصغار يحملوهم انتبهت ايش القضية طب وفعلا كان الموقف يعني زي ما تقول عاطفي كبير في التعامل مع صغار القرية ليش لانه لانه لاحظ هذا ذكرهم بصغارهم فهو الحزن الان اللي بدأ اقوله اللي ممكن يكون يثور في نفس عقوب انه انه ايضا يعقوب عليه السلام انتبه انه انه يوسف بدأ يرسله رسائل وانه لذو علم اللي ما علمناه بدأ ينتبه انه بتجي رسائل من يوسف اول رسالة رد البضاعة طيب خير ليش ترجع البضاعة يعني تصور الثمن اللي هم واضعينه وعلى فكرة هون استغربت انا من بعض المعاصرين من المفسرين انه فسر بضاعة على اساس يعني النقود يعني اللي هي قضي الفضة او بشيك لا البضاعة ما بتطلق يعني هو لذلك واسروه بضاعة اللي هو يعني يوسف هو باقي يوسف فضة ولا ذهب البضاعة لا غير لكن هو لما يقول لك بضاعة دليل على انهم فعلا البدو هم بتعاملوا بالمقايضة البدو بكونوا جايبين مثلا منسجات مصنوعات مشان يشتروا فيها هم هم بشتروا بضاعة مشان يبين لك قديش درجة هم لما الاهل مصر اللي باعوه باعوه بدراهم معنطه فيه دراهم فضية كلمة دراهم بتكون فضي او ممكن تكون دراهم مش فضية برونزل برونزل معدني لكن هولا في كل اخوة يوسف في بضاعة لانه هذا فعلا في البداوة البداوة خصوصا قديما هم بيجيبوا بضاعة وبيقايدوا وبقايدوا فهون تيجوا تقول نفسر بضاعة بانه دراهم مثلا مش بقول هو عم بقول لك بضاعة وقال لك هناك شروه بثمن بخس دراهم بعدين قال لك يوسف واسروه بضاعة يعني عاملوا مثل يعني اخفوه لانهم بدهم يبيعوا بضاعة بدهم يبيعوا فهون فهون يوسف يعقوب عليه السلام تصوروا عم ببعت ليوسف برسائل اول رسالة ايش كانت بضاعتهم وعلى طول سمح لهم بانهم ياخدوا اخوهم اللي بقولوله بن يمين طيب بعدين ابنك سرك اسمعنا اللي سرك يعني بن يمين وبن يمين بسركش وبن يمين بسركش انت براح وشو دافعوا لا يسرك صباع الملك فادرك انه هذه رسالة ثانية اتصور الشوك اللي بد يكون وهو قاعد ببعاك له رسائل خفية بيفهموا على بعض ولذلك شو قال لهم يا بنية اذهبوا فتحسسوا من يوسف هو اخيه وين يوسف وين اخ هذا ويوسف هناك طيب شو هذا بلك شو بعمل شو بعمل هذا فلذاك بتسأله ليش بحزن ايش عم بيراش هالطب الصغير قاعد الان صار في الملك عرف عرف انه العزيز اه وقاعد بيراسل وببعث لي رسائل ايش هذا اه فمين بطيق هالكلام مين بطيق هالكلام وبالتالي شوف تولى عنهم مشان يقدر يبث نمين اه بس هم يسمعوا يسمعوا فتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا اسفا مش على اخوه مش عبن يمين يا اسفا على يوسف ليش فهمها على طول قالوا تالله تفتأ لشان بعض المقودات جميلة قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا تفتأ حرضا اذا تسمع اه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون او اه اه من الهالكين اولا تفتأ هي غالبا طبعا ما برحة وما انفك وما فتئ وما زال ما زال هذولا من اخوات كان ولكن هذا اخوات كان اللي يكون منها الماضي والمضارع ولا يكون منها الامر في حين كان واخواتها الثانيات بيكون منها الماضي والمضارع والامر كان يكون كن اصبح يصبح يصبح اصبح بس هون هذه بسموها كاملة التصرف كان اصبح اضحى امسى بات ظل صار بشيك هذه من اخوات كان كاملة التصرف تيجي الان من اخوات كان الاربعة هاي اللي ما برحة ما فتئة ما زال منفكة هاي بيأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها الامر وفي عندك ليس مع ما ما دام هاي جامدة غير متصرفة غير متصرفة طيب هي ماضي بالذات ادامة وليس واظن فيه ممكن يكون ما ظلة هناك ظلة هون ما ظلة طيب فالآن هون اذا هي دائما على فكرة بتكون معها ما او لا ما 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 فتئة ما فتئة لكن لاحظ هون فش فيها ما ولا لا هون طلاهي تفتأوا هون يعني اهل التفسير في الغالب بقول لك لا محذوفة لأنها غير ملتبسة يعني معروف انه لابد ان تكون معها ما يعني ما فتئة بشيك هذا هذا قول الحقيقة المعظم اهل الرغاء معظم او كل حتى بجوز اهل التفسير على انه ما محذوفة هنا ولكن ايش لأنها مفهومة ولا تلتبس لكن الحقيقة ممكن يكون الامر غير هيك لأنه في فرق بين زالة وما زالة في فرق لما فيش برحة وما برحة انفك وما انفك لكن القرآن هو قال تفتأ تفتأ تذكر يوسف لاحظ تفتأ تذكر تفتأ تذكر هون اذا 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 معنى هم مع فكرة دائما بقولوا انه هاي الاربعة المعنى نفسه طبعا مش بدقة لانه فيش ترادف يعني هم بقولوا ما برحة ما زالة من فك ما فتأ هاي كلها يعني ما زالة فيها استمرار فيها استمرار طيب معناته اذا كان ما زالة فيها استمرار طبو زالة ما فيهاش استمرار لان بديش اقدر ما زي ما قيل طبو وكمان ما برحة وبرحة اه لا اذا هون انا ارى شخصيا ما فيش دعي لتقدير ما ليش ليش شو قصدهم هم لما قالوا تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا لاحظ اول شي نرجع لقضية ما زالة مثلا اذا كان ما زالة معناته مستمر مش هيك ما زالة يعني مستمر طيب مستمر انفصل هو لما انفصلش اذا انفصل وانقطع معناته ما استمرش اذا فصل مش هيك هو مستمر مش هيك ما زال مستمر طب انقطع وانفصل لا اه طب زالة حصل انقطع ما زالة استمر طيب تمام اذا بالطريقة نفسها بدنا نفهم تفتأ قالوا طالله تفتأ تذكر طيب نجي منقول طيب كيف بتقول يا شيخ تفتأ يعني تستمر تذكر اذا تستمر تذكر معناته طالله ما تفتأ تذكر مش هيك طالله ما تفتأ يعني تستمر مش هيك في ذكر وهذا هو اللي حاصل انه هو يستمر في ذكر يوسف انك بتظلك تذكر يوسف حتى تكون حرض طب كيف بتقول يا شيخ انه بدناش نقدر ما لانه هو شو المقصود شو المقصود يبدو بتفتأ انه انا استمر في ذكر يوسف منقطع عن كل شي يعني ما الي اشي الا الذكر اذا فيه انقطع مش استمرار فيه انقطع انقطع عن الناس انقطع عن مشاغل كلها انقطع عن اشي ثاني و اذكر ايش اذا فيه انقطع من جهة وفيه استمرار فيه استمرار من جهة كيف يعني هو انت كأنه بقوله يا بوي راح تنقع ظلك تذكر يوسف منقطع عن كل شي يعني ما لك شي الا ذكر يوسف ومنقطع عن كل اذا هو منقطع مش مستمر اذا تفتع معناته انقطع من جهة ايش من جهة حياته اليومية بخالطش الناس مثلا ملوش اي شغل ثاني الا تذكر تفتع تذكر يعني كأنه بنقطع بنقطع ويذكر يوسف يعني ما لك الشغل الا يوسف تنقطع عن كل شي وبس يوسف حتى هذه الحالة ممكن تؤدي فيك الى الهلاك او قبل الهلاك مقدمات الهلاك اللي هو الحرض مقدمات الهلاك اللي هو الحرض حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين يعني اما مقدمات الهلاك او هلاك طبعا بديش اوقف عند حرض كثير لانه هاي بتاخد معنا وقت لانه فيه الها علاقة بالتحريض على القتال وشو علاقة التحريض بالحرض بس المهم خلينا نأخذ المعنى السريع اذا طالله تفتأ تذكر يوسف اذا اذا هو مش يستمر لا هو ينقطع عن كل شي ويذكر يوسف طالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما انا مش اصلا مش معكم انما اشكو بسي وحزني الى الله نعم سؤال يعني لماذا لم يرجع يوسف عليه السلام اهلي بعد خروجه من السجن لماذا لم يكشف اخوتي عن شخصيتي في الزيارة الاولى يعني هذه اسئلة ليش هل مرمطة ليش مرمطهم او بعرف شو وضع ابوه اولا خلينا نجي السؤال الثاني اللي سألتوا انه هو ليش ما كشفش عن شخصيته احتمالات انه ليش ما كشفش عن شخصيته من اول لقاء طيب الان هو في عندنا سبع سنين قحت سبع سنين قحت وهذول اذا جو اذا جو يخذوا في السنة الاولى او الثانية ما هو ممكن وين تجو ممكن مش السنة الاولى ممكن السنة الثانية بعد ما او الثالثة الضاياكو كثير وبيعرفوا انه في مصر في لاحظ هو اولا تكرار يتكرر وجودهم في مصر بيقلفوا البلد هاي اول قضية يعني بتعرفوا عليه انت تصور بلد انت لاول مرة بتزوره اقول لك شو رأيك تترك بلدك تيجي عندي ايش اترك بلد يعني ما بألف هذا البلد ودائما الناس تتمسك في ايش في وطنها الاصلي انت قبل ما انهم يعلف البلد في الذهاب والقياب بيقلفوا البلد هاي واحد اذا هو كأنه بدوا اياهم اولا يقلفوا البلد الفوا طيب واخدوا كمان في تكريم بدوا يقلفوا البلد في حين لو كشف من اول يوم قال لهم واتوني باهلكم اجمعين انه هو ما بدل يترك مصر هو مكلف امانه ويساعده اه هو طبعا هو يترك مصر بعدما طلع من السجن فورا اصبح مسؤول عن حل مشاكل البلد بلد بكاملها وهو فاهم انه رح يتقب اخوته بالوحي واوحينا اليه هو في البير يعني لتنبي انهم بامرهم هذا وهم لا يشعر جايين جايين معروف وقله وتفسير الرؤية كمان واخوته رح يجو انتهى الان في اشي اكبر وهو رسول مكلف يبقى اه هذا يمكن اهم اه الان هون هذه قضية القضية الثانية بعد ما يألفوا البلد انه اولا برضو مش سهل يترك وطنهم الا لما تبلغ المجاعة ذروتها وين تبتبلغ ذروتها في اخر سنين في اخر سنين بكونوا هم اصلا يعني بمجرد مقلهم واعتوني باهلكم اجمعين بيجوا مش لاقيني يأكلوا ما اصلا بيرحلوا الناس عن ايوة وهم ما عدش عندهم حتى الشي ليقدموك ثمن فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا لاحظة مسنا واهلنا الضر اذا بلغوا ايش وجئنا ببضاعة مزجاة معناته اصلا لو بدي ترككم للزيارة ثانية ممكن يفقدهم واضح انه الان صاروا في حالة لو اجق لهم تفضلوا انتوا اهلكم عندي بيجوا لانه اصلا اصلا كثير ناس رحلت عن ديارها في المجاعات كيف لما يلاقوا يكلوا لهم العزيز تفضلوا عندي خصوصا ويعفوا منهم فاذا هو كان يستدرجهم من اجل انه يكونوا متواعين انهم يأتوا هما وابوهم ومش بس ابوهم كل اهلهم كل اهلهم يأتوا لمصر هذه بتحتاج يألفوا يألفوا البلد في الذهاب والقياب يطمئنوا طيب بعدين انه يكون المجاعة اخذت دورها وجاهزين اصلا هم اذا ما جوش عمصر رح يتركوا ويروحوا يجوا في اماكن ثانية فاذا هو كان يتدرج وهو يعلم وهو يعلم انه سيلتقي بهم يعني مش مستعجل بده يهيئهم لدخول مصر ثم هو رسول واعتوني باهلكم اجمعين ثم هو رسول يعني اهله على فكرة يعني ممكن لما كله واعتوني باهلكم اجمعين اهله كله احنا احنا ننقلق مش رح نترك بلادنا لكن الظرف لما يكون في السنة السادسة ولا السابعة ها هم مش لاقين يأكلوا بدوا ها ثم هو رسول يعني حسب التعليمات الربانية يسير يعني انه الوقت المناسب متى يبعث لوالديه متى يبعث في اللحظات ايوه رسول رسول منبأ رسول منبأ اذا كان اذا كان لاحظ لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتي مش هيك قبل ان يأتيكما فهون اذا في مثل هذه المسائل كيف ما يتعلق بنهايات الامور لذلك يعقوب عليه السلام كانوا فاهمين لبعض وهذا هو شوق يعقوب الشديد نعم ويمدو في اسئلة يعني اكثر من الوقت بس بس اشارة ممكن هالقطة لما طلعت الحديث انا زعيم بربط الجنة لا لا ببيت في ربط الجنة مش في ربط الان لا في الحديث انا اخترت جزء من الحديث لا لا اخترت جزء من الحديث انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن لمن ترك الكذب وان كان مازحا هذاك لما في ربط وفي وسط وفي اعلى هناك بعض الاسئلة والهم من هيك المقارنة بين الرواية التواتية وبين نص القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام من تأشرت ريلي في محاضرة سابقة والآية الأخيرة حتى إذا استيقص رسول هذه آية تحتاج إلى توضيح يعني يعني ان شاء الله يعني اللقاء القادم يكون هو اللقاء الأخير ان شاء الله بيكون اللقاء القادم إذن الأخير ونتعرض لهذه المسائل ان شاء الله يعني بحيث يوم بنكون بهذا الشكل غطينا 98% من الأسئلة ممكن وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد للنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة